سكاك الحديد وسيلة للتنقل هو رافع على الاقتصاد مطرح ما منحط سكة حديد ومنحط محطة للركاب منلاقي فيه الماء طلع بهالمدينة ومنلاقي انه المدينة عملت تطور مدني كتير سريع وإكسبونينشل يعني بيكبر بسرعة نفس الشي لما نبلش نغير طريقة نظرتنا لكل التنمية ونظرتنا للمدن منبلش نشوف انه لازم نحط سكاك حديد تحتى نرجع نعزز دور المدينة ونرجع نوقف كل التشويه اللي عم بصير بالبيئة اللي عنا اليوم ونرجع نستعمل الكتار تحتى نطلق الاقتصاد اللبناني من أول وجديد بعيد عن العجقة بعيد عن التلوز طبعا السيارات والكاميونات وبعيد عن المخاطر السواقع على اوتستراداتنا مثل ما هي اليوم اليوم شو هي الخطة اللي ممكن نتبعها لإعادة أحياء سكاك الحديد اليوم بدنا نمشي السكاك الحديد مانا شغلة هينة وبطبيعة الحال مانا شغلة مستحيلة المهم انه نترك النهج اللي كنا فيه قبل نهج الترقية نهج انه نعمل طريق بتربط هالضايعة بهديك الضايعة من هالمدينة لها المدينة الفرق اليوم انه ننطلق من مخطة توجيهة وطنة يعني ناخد خطة كاملة لكل السكاك حديد على الأراض اللبنانية نقدر نعرف كيف بدي يكون عنا كطار بدي يربط كل الساحة للبناني من منصور لطرابلس هيدا بدي يكون فيه أنا عبحكي كجمعية شو الخطة اللي وضعتوها نحنا كجمعية كطرقة عملنا كان في عنا كذا مرحلة مهم الشو حون سريعا انه كان فيه أول مرحلة كنا مركزين عليها نعمل كل شيء توسيق لتاريخ سكاك الحديد وللقرس السقافة وللتراث السكاك الحديد اللي هو بيرجع للألف وثمانمية وخمسة وتسعين وهي دا بنا نحافظ عليه كمان في الفترة اللي اجت من بعدها كنا فول فوكس على الأوارنس أكيد مع كل التركيز على الحفاظ على تراث سكاك الحديد رجعنا نعمل فوكس على الأوارنس على التوعية لأنه أهمية يرجع ويمشوا سكاك الحديد وبهالمرحلة الثالث اللي نحنا فيها هلأ بالجامعية عم نشتغل الدراسات عم ندقق بالدراسات اللي اللي عم بتكون عم موجودة عم نعطي رأينا فيها وعم نقوم بالدراساتنا نحنا للدولة اللبنانية بشكل تطوعي واللي هي الدراسة اللي ذكرتها هي دراسة المخططة التوجيهة لإعادة أحياء سكاك الحديد اللي على كامل الأراضي اللبنانية هذه فيها حكبر عننا سريعا هي الأساس أنه سكة الحديد هي العمود الفكري للنقل مش بس ترين هي عمود فكري للنقل هي أهم وسيلة نقل أهم وسيلة نقل وهي الأساس بشبكة نقل ونقل مشترك متكاملة يعني مثلا في عنا بيكون الترين على الساحل وفي محطاته بس كمان بيربط فيه باسات بكل محطة هيدا الباس بيطلع على الضيعة بنا نوصل لمطرح أنه واحد ما يعوز غير أنه يسوقه سيارته دقيقتين من بيته على محطة الباس تبعى الضيعة وينزل فيها من الضيعة على الترين ويقدر يتنقل يربط كل البلد ببعضه نفس الشي بنا نفكر بي هيدا فكرة بتنخد اليد العين بي كمان للموظفين على محطات بطبيعة الحال بيخلق فرص عمل فرص عمل كتير كبيرة بس أهم شيء أنه بكل نقطة من حط محطة بيخلق تنمية حوالي هيدا المحطة بيخلق بيجذب الاستثمارات المشاريع السكنية مشاريع استثمارية كلها بيصير عنا محطات هي الانطلاقة بكل قضاء من حط محطة أو أكتر هيدا المحطة هي انطلاقة الانماء لهيدا القضاء وانطلاقة تثبيت للمركزية الحقيقية بحيث أنه واحد من بطل كل البلد عايزين ننزل نقعد ببيروت مع كل التمدد العشوائي لبيروت وكل الغلال اللي عم بيصير حواليها والمداخل بتسكر كل يوم ب400 ألف شخص 400 ألف سيارة بيفوتوا من شمال بيروت لأنه مضطرين الناس تنزل كل يوم عبيروت وبالسيارات ومع كل التلوث اللي هيدا بيخلقوا العجقة وحر الأعصاب لا اليوم اللي بدوا ينزل عبيروت بينزل عبيروت بالترين من تبرجة لبيروت بأسوأ الساعات النهار على ساعات الزروة عم نحكي بنص ساعة هيدا بيكون خط مترو بيروت اللي بيروح من تبرجة على داونتاون بيروت وبيكمل على الدمور في الخط التاني كمان اللي بيربط من الشويفات للجمهور عم نحكي بالحلم نحنا منصير نبطل نضيع وقتنا والعجقة كل سنة عم تكلفنا تقريباً مليارين دولار كلفة التلوث كلفة كلشي عم بيضيع بانتاجيتنا كناس كشعب لأنه عم بيضيع وقتنا السيارات كل السيارات اللي مضطرين نحنا نسوقها هادي سيارات منستوردها منستورد لقطاعها نحنا ما مصنع سيارات ومنستورد لدوليبة وبالتالي نحنا ما عاد فينا نكمل بهذا النهج يعني ما منقدر نكمل بهذا النهج والكطار كوسيلة أو كإنفراسطركشور كوسيلة نقل وكبنى تحتية أساسية عندها بمبدأ الحوكمة ما في مطرح للفساد لأنه الترين لماذا تعتبر أنه ما في مطرح للفساد؟ لأنه الترين إذا كان في إذا ما كان عنده الحوكمة الدقيقة ما بيشتغل متل ما هو مطلوب منه الترين بيمشي دره وبيوصل على الوقت وبيوصل أنه يتكل عليه كل الناس فما في مطرح للغلط ما في مطرح للمسايرة ولأنصاف الحلول لا الترين بيحط خطة وبيحط سكاجول وبيمشي وبيوصل على الوقت وبيأمن أنه كل واحد يقدر يوصل على المحطة بهذه الدقيقة بيكون عم يوصل للباس اللي بيربط مع هيدا ترين بس نعنا دقيقتين تبديل من الترين للباس يعني هيدا شبكة متكاملة ما فينا نفكر أنه بالكطار هو الحلحة هو الحل كالأساس بالشبكة المتكاملة مع بسات مع السيرفيسات مع وسات تنقل الباقية أكيد صحيح واللي بيصير أنه كل البسات الحالية ما بيروح شغلة بالعكس بيزيد شغلة لأنه بدل ما اليوم عندك أكترية الناس بتنزل بالسيارتة على المدينة أنا عم أحكي كمان أنه كرميل شفريت التاكسي كرميل البسات لأنه نقل الأساسي الكبير بالساحل مثلا رح يصير بالكطار صحيح بينما كل النقل من مكان السكن لمحطة الكطار هيدا بدو يصير بالباسات وبالسيرفيسات يعني اللي نقول نحنا هون من المحطة أصدق مثلا عالجبل أما من المحطة مئة بالمئة هون نحنا قربة محطة علينا هي محطة الدورة صح بس أنا إذا ساكن بجديدي كيف بدي أروح محطة الدورة بدي يكون في باس محدد طريقه معروف طريقه مع ستوبس تبعه بدأ أطلع بهيدا الباس على نفس التيكت بيطلع بالباس بوصل على محطة دورة بيطلع فيها بكمل على عطرابلوس مثلا اليس خلينا توقف مع الفيديو وبعد الفيديو بتشرح لمفصلة ايه هول بعض السور هول السلايدز ايه هون إذا منمشي بهول السلايدز اللي عم نشوفهم ورا بعض هون هيدا هو خريطة المخطط بس إذا بتشرحها للمشاهدين منشوف يعني مثلا منشوف هيدا الخط الأخضر مثلا هيدا خط طرق المحافظة الشمال التاريخية عنا خط كطار بيربط كل بيربط المطار المطار باللايعات بتال عباس بالعبدة بالمينية بدير عمار بترابلوس وبيوصل على البترون اه بيوصل على البترون صح بعنا الخط التاني الأحمر مثلا هني بيمشوا عن نفس البنات تحتية بس الخط التاني بيروح منشكة لزوق مصبح بيوقف بكل المحطات منشكة لزوق مصبح هيدا خط إذا بدك ساحل جبل لبنان الشمالي شمال بيروت بس بنفس الوقت إذا بتلاقي بتشوفي في الخط الأزرق الغامع الكحلة هيدا الخط الكحلة بيروح من ترابلوس لصور من ترابلوس لصور ديراكت؟ صح بس ما بيوقف بكل المحطات هيدا الخط السريع الإكسبرس بيوقف بس بالمحطات الكبيرة يعني بكل مثلا بيجوني بس بيوقف بالمحطة الأساسية لجوني بينما الخط الأحمر بيوقف بكل نقطة بيزوق مصبح بالكسليك بيتبرجة مثلا نفس الشي بجنوب نفس المنطق مثلا الخط الأخضر الفاتح هيدا بيربط كل الجنوب كل محافظة الجنوب من رميلة للنقورة بينما الخط الكحلة بنلاقيه بعده مكمل عم بيروح على عم يوصل على صور وهيدا الترين الكبير الإكسبرس المخطط إذا بيبين مثل ما نبين هون باللون الأحمر الفاتح هلأ هون نرجع الصورة اللي قبل إذا رجعنا اللي قبل نشوف مثلا أنه فيه لينك تاريخيا ما كان موجود عم نرجع نقترح أنه لازم يكون كمان نربط الشبكة بالنبطية نبطية قديما بالشبكة القديمة ما كانت مربوطة بسكك الحديد البقاع كان بس مربوط الجزء الشمالي من البقاع كان مربوط بسكك الحديد بهذا المخطط عم بيصير عنا من الشمال لجنوب البقاع خط الطويل هالستاتيجية أنتو قدمتوها كجمعية كجمعية اشتغلناها وعطلقناها بـ 30 أب برعاية الوزارة ووزارة الأشغال والنقل من هون من وقتها لهلأ كانت في كتير شركات دولية مهتمة بسكك حديد لبنان وهول الشركات في منهم أجوا قرادة على لبنان واجتمعوا بالحكومة اللي استقالت وعطوا أفكار لإعادة أحياء سكك الحديد واحدة من الشرك مهتمة كانت تمشي مترو بيروت لأنه هذا المخطط فيه كمان خطان للمترو كمان فينا نشوف فيديو كيف ممكن هذا يكون عم يقطع بالمدينة لما نقول مترو مش يعني أنفاء كله فيه مطرح بيقطع بنفق بس مطرح بيكون معلع عليش سورة مثل بدباي مثلا شي بخوم بالعكس هذا بزيد لشك أنه سياحة بلبنان بيرجع بيعمر السياحة بلبنان كمان المترو كتير مهم للبلاد مية بالمية هلا هو أهم شيء أنه بيشغل بيشغل البناء التحتية لمستوى جديد صحيح وبيرجع بيحرك الاقتصاد بالمدينة وبيرجع بخلينا نتكل على هيدا الوسيلة النقل طيب نروح عشغلنا كل يوم مع بكرة وعشية دعونا نتوقف مع الفيديو وبعض الفيديو بتجربة الشاحنة مفصلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الفيديو رؤية أولية كيف ممكن يبين علينا هيدا المترو بقلب بيروت بجزء كتير كبير منه هو الجزء اللي ما منه موجود على السكة الأديمة بيكون معلع على الجسورة تحتى يتكون عمار وسريع ويكون يعني عم بيركب منطقة جديدة بينما مطرح مكان يقطع قديما الترين يعني من مرمخايل لتحويتة فرن الشباك ومن هوني بيروح على الشوايفات عم بيكون في خط الأساسي يلي كمان في محطة على الجامعة لبنانية بيلقت فيها كطار الساحل الإكسبرس بس كمان الكطار المحلي طبع بيروت وبالتالي مجمع الكلية تبع الجامعة اللبنانية بيصير فعلا فينا نوصله من حيالة مدينة من الساحل اللبناني كله يعني من الشمال لجنوب بتصير هيدا محطة أساسية لبيروت محطة الجامعة اللبنانية في محطة تانية هي المحطة المركزية تبع تحويتة فرن الشباك اللي هي الأرض الكبيرة اللي تاريخيا هي المحطة ومحطة مرمخايل وبطبيعة الحال بيكون عنا محطات بالضحي الجنوبية ويكون عنا محطة بالدورة محطة تانية بنهر الموت مثلا ورع المول مطرح ما بيصفه الموظفين المول هيدا أرض هي أرض السكة وهونيك المحطة طبعا الترين وبيقطع على هيدا المستوى يعني الأوتوستراد مثلا اللي بتشوفيه بركبة يكمل عماره على أبرص المتن السريع مطرح ما بيقطعش الهايوي على العيلة السكة بتقطع من تحته فهو هيدا لازم يتكمل عماره تاين عمل إشانجور من تاني ميلة من السكة اللي ينازل من المتن السريع بينزل ميلة البحرية وبتكون عم تقطع السكة بالنص وبتكون لمحطة من المالتين هيدا الطريقة منكمل فيها لجونيا جونيا مثلا كل المنطقة بجونيا كله بيقطع مثل المترو تحت الأرض لأنه كمان المدينة مكتزة وتما يخلق ضجة وتما يكون عم يعمل عم يسبب إزعاج للعالم عم يقطع بمثل تانيل منه نفق لأنه أكتر عم نحفر الأرض عم بنقطعه أوطى بثمانة متار أو تسعة متار بعدين مطرح ما عايزين نصب له سقفه تحت الناس تستعملوا باركينج نخلي سيارة طرقات عم تقطع نخلي جنينات موجودة إذا كان عايزين جنينات يعني تايكون المشروع منه بس عم نحط ترين عم نحط ترين عم نحط ترين عم نفكر بالمدينة بجبال مثلا بغير طريقه تماما كان يقطع قبل الكطار الأديم بقلب المدينة كمان كانت أول ضحية بالحرب اللبنانية مية بالمية وهيدي نربط بفكرة المواطنة للترين ما بيقدر يوقف على الحاجز الترين هو وسيلة نقل متكاملة من الأول للآخر بدي يكون السكة موجودة وما في عليها أي مشكلة وبيوقف على المحطات فإذا صار في حواجز أول شي بيوقف الترين وهيك صار للأسف بالحرب الأهلية رجع مشي من بعدها بس الكطار اللي كان يوحى ترابلس لفترة قصيرة جدا كان يسموه كطار السلام بس اليوم فعلا إذا بدنا نرجع نأمن تواصل كل المناطق اللبنانية مع بعضها لازم نعق سكة حديد لأنه سكة حديد بيطلع فيها كل الطبقات الاجتماعية كل الطوايف من كل المدن لا يوجد أي ضرورة عمل نرجع نحية سكة الحديد بدي أشكرك ووجودك مع اليوم شكرا إليك مشاهدينا وصلنا لنهاية فكرتنا بريك ونتابع معكم شكرا إليك شكرا إليك